بشرت كوادر صيانة مطار بغداد الدولي وبدعم مباشر من البنك المركزي ربيطة المصارف العراقية بصيانة المدرج الثاني في مطار بغداد الدولي وقال مدير السلطة الطيران المدني جهاد الديوان إن تخسفات حصلت على المدرج الثاني للمطارات أو للمطار أدت إلى توقف أربعمائة متر عن الخدمة شرعت سلطة الطيران المدني وإدارة مطار بغداد على صيانة المدرج خلال مائة يوم مبينة أن إكمال هذا المشروع سيرفد خزينة الدولة بأجور الهبوط والمغادرة من وإلى أرض المطار بدعم من البنك المركز العراقي رابطة المصارف الخاصة يتم تأهيل وصيانة المدرج الثاني لمطار بغداد الدولي ثري ثري ليفت بعد أن كان هناك أربعمائة متر تخسفات كان لمدة أربع سنوات هذه التخسفات موجودة هذه الأعمال والتأهيل بإشراف إدارة سلطة الطيران المدني العراقي وإدارة مطار بغداد الدولي وشعبة الهندسة المدنية الموجودة في مطار بغداد هذا العمل سيتم إنجاز هذا العمل لمدة مئة يوم لرفض خزينة الدولة بأجور الهبوط ومغادرة الطائرات المغادرة أو الهابطة في مطار بغداد الدولي التخسف حصل بمدرج لأكثر من أربع سنوات هذا التخسف أدى إلى توقف أربعمائة متر عن الخدمة بالمدرج الثاني من مطار بغداد الدولي وحاليا نحن بطور إعادة هذه الأربعمائة متر إلى الصيانة شركة استشارات حددت هذه المنطقة التي ترونها في المنطقة وهذه المنطقة حددتها التي بها المشكلة بالعمل موجودة التخسف والذي حاصل شركة تنفيذية واحد وشركة استشارات هندسية خاصة واحد ومطار بغداد متمثل بالهندسة المدنية والمهندسين مرتب كوادرة بإشراف على هذه المنطقة